شكرا للزميل أحمد الحلو وطبعا من ظلنا في عالم الموضة والأزياء حيث تمثل نسبة السيدات المحجبات في مختلف دولنا العربية نسبة تشهد تزايدا ملحوظا مما يجعل منها مصدر اهتمام بالغ لمختلف التجارات والمصالح التي لم تكن في وقت سابق تهتم بهذه الفئة من الزبائن ومن أبرز النشاطات التجارية التي تهم المرأة المحجبة شأنها شأن باقي السيدات اللباس والشوبينج أكيد اليوم أصبح أمامنا أو أمام الفتاة المحجبة خيارات كثيرة ويتنافس المصممون على ابتكار تصاميم تجمع ما بين الجمال الأنوثة والأناقة والاحتشام في نفس الوقت ومن أبرز العلامات التي سلكت هذا المنهج منذ سنوات مجموعة أطلقت أو أطلقت على نفسها ببساطة اسم المحجبة وأخذت تنتشر بسرعة وثبات في مختلف العواصم العربية معنا اليوم بالاستوديوم مديرة فروع المحجبة السيدة أمل كامل عوض مرحب فيك سيد أمل أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك اليوم نحكي على خط أزياء مهم جدا وأساسي في الدول العربية وهو الحجاب وكيفية أن تكون الفترة المتحجبة دائما تكون عالة الموضة فغلية نحكي عن بداية البراند أو علامة المتحجبة كيف بدأت وين؟ طبعا محلات المتحجبة الفكرة المتحجبة بدأت هي شركة قطرية بدأت مع الشاب القطري اللي هو السيد ماصر الصديقي وهو كان في سنوية عامة في الصفر الثالث سنوي كان وقات له فكرة أنه عايز كيف يعمل براند يخلق براند يضهي به البراندات الأخرى فجات له فكرة أنه يفتح محل العبيات لأنه في هذه الفترة كانت هي العبيات يعني كان هو يمكن أول محل قطري أول شاب قطري يفتح محل العبيات في الدوحة وقات له الفكرة دي وهو يعني عايز يعمل براند وكمان سماك اسم المتحجبة اسم على مسمى أن العباية في وقتها هي للحشمة أكتر شيء العباية تبقى للحشمة وأنها دا ترادشنا الوير وكمان طبعا صارت أنها بقت أربعين فرع التطور اللي احنا صارنا فيه طبعا دوات بعد التفكير وبعد شغله وبازل مجهود وتيم عمل وكده وصلنا للإسم اللي احنا فيه وكمان أخد أخد جائزة الشاب المتميز الشيخ سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة عطال في سنة 2007 جائزة الشاب المتميز لأنه طبعا هو صغير بدأ هذا المشروع في المتحجبة أكيد أمل خلينا نشوف أول تصميم من المجموعة اللي انتي اخترتها من بين فروع المتحجبة معنا بليوم يعني هنشوف تصميم من تصميم بعرف أنا أنه هو خاص بفصل الشطة طبعا يعني بالنسبة لهذه التصميم كيف تقدر تواكبه الخطوط الموضة الفصول بنفس الوقت تحافظه على حشمة اللباس اللباس الفتاة المتحجبة أكيد طبعا احنا مع كل موسم في موسم الشتاء موسم الصيف لازم تنزل عبايات خاصة بالموسم تصلح لي لأن العباية على فكرة العباية هي صعبة جدا أن أنت تشتغل فيها وأنك أنت تبيزة إنها في النهاية هي عباية سودة ولازم بتميل إلى الحشمة ما تقدر تلعب فيها كتير طبعا المصممين عندنا بيبذلوا مجهود كبير جدا حد ما يوصلوا للزوء العمل أنا طبعا حالا نحن بنشوف العباية اللي قدامنا هي عبارة عن داخل فيها الفرو طبعا لأن الجو الشتاء بتوحي بالدفع ودفع العميلة اللي تلبسها طبعا وطبعا بندخل خامات المخمل وبندخل الحاجات اللي هي الأقمشة تقيلة شوية اللي يبتح في إحاق بالدفع والدفع تودى فيه طبعا أيوة أداء المتابعة لصيحات الموضة وخطوط الموضة العالمية ممكن تطبق نوعا ما في المتحجبة شوفي إحنا دايما يعني طبعا ما نقدرش نمشي وراء كل موضة لأنه إحنا فيه موضات بتطلع لأنه الحين فيه منافسة جمدة جدا وكل شابة كل فتاة بتعرف تصمم تفتح محل عباية ففيه كتير بيخرجوا عن العباية وبيخرجوا عن الحشمة وبيخرجوا عن شكل العباية خطوط الاحتشام نعم فإحنا دايما بنشوف بنلبي طلبات عملاء دايما نشوف إيه انتقادات عملاء إيه طلباتهم ونحاول نلبيها لهم ونخلق إحنا موضة بس في النهاية نلتزم بالحشمة ونلتزم بكلمة عباية مش عايزين نخليها تبقى نعم أمل حنشوف تصميم آخر من مجموعة المتحجبة طبعا إحنا هون عم نشوف فيه ألوان فبمناسبة هذا التصميم يعني أدي الألوان كيف بتحرصه دائما تكون الألوان مناسبة أيضا لخطوط الموضة العالمية طبعا هي طبعا لازم في كل موسم فيه ألوان بتبقى مدرجة درجة موجودة يعني اللون الجري اللون المارون اللون الدايما الألوان الشتة بتبقى شوية الغمقة فطبعا بنختار الألوان اللي هي تصلح للعباية منشان ما نقدر نختار أي لون يدخل في العباية فهنا احنا دخلنا خامة المخمل مع خامة الليستريتش تدي منظر جميل يعني العباية بسيطة جدا هي كلها خياطة ما فيها شغل تطريز ما فيها شغل شك هي عبارة عن تدخل في الأقمشة والأسطى محتشمة يعني مثلا هاي النوع من العباية اللي شفناها بس أنا اللي عم نشوفها هلا يعني مكون نوعا ما صعب نلبسها في فصل الصيف ولا الخريف يعني هي فعلا بس مصممة لفصل الشتاء لتكون مناسبة وتلبس في فصل الشتاء انت عارفة فترة الشتاء بتبقى قصيرة في الخليجة عمتني يعني فتبقى هي فترة معينة تلبسها ومتدرشة ما تلبسها في الصيف طيب قدية بتراعوا الفئة العمرية وأيضا مثلا البلد هويت البلد يعني هل مثلا تصميمكم تكون أيضا موجهة لبلد معين تختلف عن بلد لبلد؟ لا طبعا احنا في روحة المتحجبة طبعا موجودة احنا في حوالي في دول الخليج والعالم العربي في حوالي أكتر من ست دول وكل دولة يعني 40 فرع وكل دولة بتختلف زوءها عن الدولة الأخرى يعني بتكون مناسبة حسب أجوالي لازم طبعا كل دولة لها طلبات معينة ولها زوء معين حتى كل دولة فيها مناطق بتختلف عن بعضها يعني دولة الإمارات عندك أبو ظبي الشرقة العين كل دولة لها طبيعة الخاص عمان دولة صلالة ومسقط الزء مختلف تماما فتضطري أنت النهاردة المصممين بيبذلوا مجهود كبير جدا كتيم عمل كفريق عمل المصممين علشان إزاي يخلقوا الأربعين فرع في ست مناطق وكل منطقة ممكن تنقسم إلى ثلاث أو أربع مناطق مختلفة عن بعضها فأنت تتوفي الزء كله وتغطي الشريحة كلها طب المصممين اللي عم تسكرين لنا ياهم اللي بقوموا بهالإبداعات من وين تقريبا بكونوا؟ احنا عندنا من كل الجنسيات كل الجنسيات من الهند من قطر من يعني عربيين وأجانب وكله يعني احنا عندنا من عشان نغطي كل الأزواء وغطي كل الأعمار هون عم نشوف بالتصميم الموجود عندنا على الشاشة المخمم استخدمة فيه المخممات احنا طبعا في فترة الشتاء حاليا ديها الكوليكشن الجديد اللي موجود بالمحلات طبعا المخامل هنا مدخلين مخمل منقوش مع مخمل سادة مع العباية اللي هي القماش الكريب نفسه مع خامة تانية مع شغل التطريص يعني وبعدين العباية اللي زي ما شفنا واسعة وحشمة موفيش فيها اي شيء هاي نفس تقريبا انت لابسيتها بس بتختلف انت عندك نقاط دهبية اكتر اللي انا لابساها برضو ديت من تصميمات متحجبة دي موديلات جديدة لسه نزل المحلات يعني احنا كمان عم برجع اذكر احنا عمشوف مجموعة خاصة بفصل الشتاء طيب الفئة العمرية امل ادب كمان تنظر الفئة العمرية ان هل هناك مجموعة خاصة بالفتيات الشابات بالمراهقات الى اخرها لازم طبعا احنا بنهتم جدا بعمر ال 18 وعمر ال 14 و 16 و 18 لان هما دول امهات المستقبل هما البنات يعني لازم يحبوا العباية يعني احنا بنحببهم في العباية عشان يلبسوهم محبينها ما يحبوش انهم ايه العباية ما فيها نعمل فيها الوان اكتر نعمل فيها شوية الوان نعمل فيها شوية لعب كده يعني شوية لعب زي اكسسوارات اه يعني نحط فيها شوية اقمشة ملوانة اكسسوارات كده يعني شان البنات يحبوها القصات البنات دايما اللي صغاري يحبوا القصات فدايما نهتم ان احنا في كل كولير تكون عندنا القصات والاكسسوارات الخاصة بعمر ال 16 و 18 س� 산 نعم هل القصات محدودة ولا ممكن تكون اكتر يأني هل هناك في قصات معينة مثل الفراشة مثل القصة العادية مثل القصة اللي عم نشوفها أم هناك أكتر من هذه الأنواع؟ لا فيه أكتر طبعا قصة الفراشة تعتبر قصة تعتبر قديمة دلوقتي يعني إحنا لا إحنا ما نبتكر قصات يمكن ساعات بنصعب نطلق عليها اسمي من كتر من هي ما لهاش اسمي ما لهاش اسمي بس لا يعني طبعا لازم في كل كوليكشن إحنا عندنا في السنة أربعة كوليكشن بس فيه خلال يعني حالا لو تشوفتي التطور بقى سريع جدا في العباية يعني زمان كنا ممكن الكوليكشن يقعد معي ستة شهور تلات شهور الحين لا الحين في الشهر ممكن ننزل تلات أربعة موديلات كل أسبوعين ننزل موديلات جديدة كل أسبوعين لأنهما دلوقتي التطور بقى سريع جدا فطبعا كل موسم لازم يكون فيه قصات وكل شهر فيه قصات جديدة يعني ما عندكش فكرة إحنا يعني كتير 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 الزباين تطلب مننا القصات فلازم نتكر أولا كل قصة مختلفة طب نحكي على التصميم يا أمل التصميم اللي قدامنا شوفيه هو تصميم برضو لذيه برضو ما فيش فيه حاجة يعني شكل حلو فيه جبير الشغل اللي دخلين فيه الجبير الأبيض مع فيونكا على الصدر حلوة كده والعباية مقفولة وحش مخفلص والكم فيه ستان أبيض ما فيها شيء يعني بسيطة ونعمة ودي تصلح للمناسبات مناسبات بالليل حفلة عشا حفلة تخرج يعني هنحكي عن المناسبات أكتر أمل ولكن بالنسبة للإكسسورات يعني شو نوع الإكسسورات بتعتمدوا عليها بتصميم هاي العباية طبعا شوفيه الجبيرات الأقمشة اللي هي يعني الأقمشة الغريبة شوية اللي فيها شغل تطريز مترازة منها فيها بنعتمد على الفصوص طبعا فيه مناطق عندنا لازم الفصوص ده شيء أساسي جدا يكون موجود علشان المناسبات بس احنا حاليا نعمة التركيبات اللي هي الدنطلات والجبيرات وكده هي دي أهم شيء عندنا حاليا طيب بالنسبة للفساتين الصهرة أو عالم الصهرة أديه موجود عندكم أو أديه موضوع بعين الاعتبار في عين براد متحجبة أكيد العبايات احنا بنعمل عبايات كأنها فستان صهرة لأن فيه بعض السيدات يحب يخشوا الفرح ما يحبوا أنهم يفسخوا العباية ويلبسوا فستان فبنديهم طلبهم العباية تنفع أنها تبقى فستان تلبس بس في مناسبة أنها تبقى أفرح سيدات فقط فبيلبسوا العباية كأنها فستان نعمل طبعا بتبقى مرصعة بالفصوص بتبقى فيها دنطلات بتبقى فيها قصة بكابيشون عشان تغطي التسريحة بتاعتها من غير ما التسريحة تخترب يعني فلازم طبعا لازم في كل كوليكشن لازم ننزل موديلات خاصة بالأعراس والأفرح نعم احنا عم نشوف أيضا تصميم آخر تخبين عنه التصميم اللي قدامنا برضو من المخمل لو لاحزتي قماش المخمل المنقوش مع شريط المخمل من لون تاني كده يعني يدي منظر حلو للعباية بيليق مع اللون اللي في الخلف لو نشوف في الخلف حالا هنلاقي الشغل كله من الخلف والعباية برضو واسعة دي تصلح بقى للصباح يعني نزلة تتسوق في المول ريحة مدرسة ريحة يعني ديت عباية عملية للصباح وبنفس الوقت ما فيهاش تطريز ما فيهاش فصوص بس مدية طبع جمالية أكيد يعني دائما الكل بيعرف صار مجال تصميم العبايات فيه منافسة كتير كبيرة وواسعة في دول الخليج العربية كيف تقدروا تتميزوا عن غيركم كيف بقدر انه تخلوا البراند بتاعكم اول براند ممكن تفكر فيه اي امرأة حابة تابع التصميم معين اهم حاجة التميز لازم يعني العباية نفسها كيف الفينيشنج للعباية كيف الاقمشة اللي بنختارها في العباية مش اي اقمشة يعني العباية تلبسيها لحد ما تملي منها مش انها تخترب او تبوز او ترميها او تتقطع او شي لا يعني العباية عندنا تحتفظ بالرونقها لحد انت ما تملي منها وعق الجودة شوفي اهم حاجة الجودة الجودة هي اللي تساعدك على الاستمرار مع الابتكارات وفي نفس الوقت فيه هوية للمتحجبة لازم نحافظ على هويتنا مش اي قصة نجري وراها مش اي حاجة نروح وراها لا احنا لنا طبيعنا الخاص مهما نروحنا وهما جينا احنا المتحجبة ولينا الطبيع خاص هنشوف ايضا هلا اخذ تصميم من المتحجبة لحلقتنا اليوم طبعا برجع بذكر المجموعة كانت خاصة بفصل الشتاء خبرين امل يعني العرائس وين انهم نصيب الموضوع من بين لا في عبيات للعرائس العروسة نفسها طبعا لما بتدخل القاعة هنا لازم بتحتاج ان هي تغطي تغطي شعرها ولان لو فستان مثلا مكشوف او كده لا في عبيات خاصة بالعروسة اللي تلبسها لان هنا اقول لان ابيض لا بتكون عباية برضو اسود بتكون اسود بس مرصعة بتكون بالفصوص ولها قصات مختلفة عن القصة الموجودة عشان الفستان يكون بيكون كبير طبعا ما تقدر يتغطيه العباية اللي قدامنا لو خدت بالك برضو هي قصة واسعة خالص لو خدت بالك هي فيها جبير من قدام وستان فيها جغر كبير هي حلواتها في القصة وفي البساطة بتاعتها صح صح والقصة ودي تنفع للمناسبات دي من ضمن الكوليكشن ان هو يكون فيه عبيات للأفرح والمناسبات اليوم يعني امل تعرفنا معك على مجموعة مهمة جدا بتاعني كل الفتيات المتحجبات في الوطن العربي والخليج العربي شكرا كتير امل عاوض لتواجدك معنا اليوم رتمنى لكم طبعا كل التوفيق متشكرين شكرين جدا ونعود لمتابعة فقرات حلقتنونية هلا خليكم معكم